أود أن أشير إلى أن الإسلام إذا كان قد جرم الاحتكار وحرمه فإنه في المقابل دعا إلى الترشيد والاقتصاد والاعتدال في الاستهلاك تحقيقا للتعاون بين الناس وعليه فإن فزع المستهلكين وهلعهم في تكديس المواد الغذائية وطلب ما لا حاجة لهم إليه من السلع من أكبر عوامل الاحتكار وتشجيع المحتكرين على رفع الأسعار مما يعرض الآخرين للظلم والحرمان من الحصول على حقوقهم وهنا وفي هذه الظروف القاسية يجب علينا جميعا وجوبا شرعيا إحياء مسلك الاعتدال وعدم الإسراف وترشيد استهلاك السلع وهو في حال الأزمات أولى وأوجب